اهلا بكم ويا رب تكونوا بخير كل سنة في الموسم بتاع التوم بجيب عشرة كيلو من التوم الابيض وبخزنهم بالطريقة اللي كلنا عارفنها ولكن السنة دي شفت حاجة كده على النات في كذا فيديو فقررت ان انا اجربها معاكم وهقولكم رأيي فيها بصراحة الطريقة اللي انا كنت متعودة اخزن بيها التوم كل سنة ان انا بجيب راس التوم وبشيل الجزء اللي تحت ده كله اللي تحت الراس ده كله يعني زي ما انتم شايفين كده وكنت برمية باخد بس الراس بنظفها كويس وشيل الفصوص اركينها على جنب عشان افرومها وبالنسبة للقشر ده كنت بعمل منه التوم البودر قشر التوم ده يا جماعة كنز فعلا والله وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي في اخر الفيديو شفت بقى ان هما بياخدوا الجزء الاخضر اللي بيكون تحت الراس ده بيفتحوه بس وبيشيلوا منه الجزء اللي عام زا الحشبة ده الحتة اللي عامل زا الحشبة دي بتكون موجودة تحت الراس على طول وبينظفوا الجزء الاخضر ده كله كأنهم كده بينظفوا مثلا البصل الاخضر وبعد كده بياخدوه يفرموه ويعملوا منه خلطة البتنجان المخلل والكلام ده كله. هنشوف مع بعض. آآ دي بقى طريقة ان انا كنت باخد راس التوم بشيل الجزء اللي فيه التينة وبشيل القشرة الخارجية عشان دي طبعا بتكون متعرضة للهوى والاتربة والكلام ده كله. وآآ بقطع راس التوم لاربع تربع. الجزء اللي فيه الخشبة ده زي ما اقول لكم. آآ بيبقى عامل زي الخشبة كده داشي ليه علشان هيكسر لك سكينة المفرمة. وبشيل الجزء الناشف اللي هو بيكون تحت الراس ده علشان ده اللي بيبقى ماسك الفصوص من بعضها. آآ بشيل القشر بركينه على جنب. والفصوص برضو بحطها لوحدها علشان آآ حفرمها بعد كده. خلي بالك احيانا بيكون بين القشر آآ فصوص طوم بس عشان هي الفصوص بتكون طرية. دي الجزء اللي بقولي كرميه ما 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 تحطوهش في الطوم وهو بيتفرم. آآ زي ما قلت لك خلي بالك بين بين القشر بيكون في فصوص طوم كده آآ ما بتبقاش باينة قوي. طبعا هم آآ في السوق انا كنت قبل كده يعني اعملتها مسلا سنة او سنتين ان انا جبت الطوم ده مفروم جهز. بطلت ان انا اعمل الموضوع ده لكزا سبب اول حاجة آآ لما كنت باجي اعمل مسلا للتقلية بتاعت الملخية او الكلام ده كنت بحس ان الطوم في قشر يعني مش طوم يعني مش طوم مسلا زي اللي انا بفرمه في البيت كده لأ فيه قشر. وآآ ما كانش بيعجبني قوي بصراحة. تاني حاجة آآ كان مسلا عنا براوح البيت بيكون نزل الميا بتاعته. آآ برضو كان آآ يعني بصراحة آآ بشوفهم بيشيلوا بس يا دوبك. يعني قشر خفيفة قوي قوي قطعوا الراس ويشيلوا حاجة خفيفة قوي. وياخدوا برضو جزء من تحت الراس بشوية كده ويروحوا مدخلينه المفرمة كله بقى زي ما هو بالجزء الناشف اللي احنا بنشيله ده طبعا المفرمة بتاعتهم هناك اللي بيفرموا بيها بتكون كبيرة بتستحمل اي حاجة. فعلشان كده آآ بتلاقي ان الطوم اللي هم بيه دهولك ما بيبقاش طوم صافي. بيكون طبعا فيه القشر وبيكون فيه الجزء الاخضر اللي انت شايفه ده. آآ فبصراحة مهما تعملي ومهما تشتري مفيش احسن من الحاجة اللي انت بتعمليها بايدك في البيت ضمن نضافتها وضمن انت عاملاها ازاي. آآ خلاص آآ خلصت الكمية كلها وطبعا اخدت مني وقت طويل لان انا زي ما قلت لكم كنت يعني وقت طويل اكتر من السنين اللي فاتت لان انا قبل كده كنت بعمل الراس بس والا والقشر بدخله الفرن وخلاص. آآ ده بقى الجزء الاخضر اللي هما بيشيلوه علشان يفرموه ويعملوه للمخلل. ده ده القشر اللي انا بفرطه عن بعضه ودخله الفرن ودي الفصوص بتاعة الطوم اللي انا بفرمها. فصوص ما فيهاش اي حاجة خالص غير ان هي فصوص الطوم آآ اللي انا بخزنها. بجيب بقى الكابة بتاعتي وبنزل آآ فيها الفصوص بتاعة التوم. وبحط معلقة من الملح. ما تمليش الكابة قوي علشان ما يبقاش حمله على المطور وعلشان كمان يتفرم كويس. بحط معلقة من الملح. وبحط شوية من الزيت. آآ في حد كده قال لي بيحطي معلقة من النشا. بيحافظ على لون التوم فاتح وبيخليه يعني هاشة اكتر. بس انا الحقيقة ما جربتش التجربة دي لسه. آآ في ناس برضو ما بتحطش ملح ولا زيت. يعني في ناس بتفرمو كده. وفي ناس كمان برضو بتحط شوية ملح وزيت على وش آآ التوم بعد ما بتفرمو عشان يحافظه مسلا على البرطمان او كده. انا التوم كنت بحطه في البرطمان قبل كده بس لقيت ان الكيس افضل بالنسبالي. اولا البرطمان كان يعني بيخلي التوم عامل زي الكتلة كده فعشان يعني اسلك مسلا او طلع لحتة اللي انا عايز استخدمها كان بياخد وقت شوية. وكمان البرطمان بياخد مكان في الفريزر. ولكن بتجيبي اكياس التلاجة. ده بالنسبالي كان احسن. بجيب اكياس التلاجة اللي هي اكياس السندوتشات دي النضيفة طبعا. وبحط فيها التوم اول ما بطلعه من المفرمة على طول. وببططه كده بطلع بس الهوى من الكيس وببططه كده. وبيكون بالشكل اللي انتو شايفين. وحاولي تعمليه كله مقاس واحد علشان ما ياخدش مكان في الفريزر. وعشان يكون شكله حلو. وعلشان كمان لما تيجي تقطمي الحتة اللي انت عايزها كل ما يكون طبعا مبطت اكتر كل مش هي يعني مش هياخد منك اي مجهود خالص. يدو بتفتح الكيس بتقطمي بس الحتة اللي انت عايزها غير بقى ما يكون في برطمان وياخد اه مساحة ويتعبك شوية على ما تسليكي بس الحتة اللي انت عايزها. طيب التوم بينزل مية في الاكياس. يعني الاكياس بتنزل مية في الفريزر. لا هو بينزل مية بسبب ان حدرتك بتفرميه. وبتحطيه كل الكمية اللي انت فرمتيها بقى بتحطيها مسلا في سلطانية او في بولا مسلا كبيرة على ما تخلص يفرم. وبعد انت بدأي تغديهم بعد كده تحطيهم في برطمانات او اكياس ده اللي بيخليه لونه يغير وكمان ينزل ميته. ولكن اول ما تخلص يفرم على طول الحبة اللي انت تفرميهم على طول تحطيهم في الكيس. تبططيه زي ما انت شايفي كده تطلع الهوى منه. وبعدين تشليه في الفريزر. ولا هيجراله اي حاجة ولا هينزل ولا نقطة مية. بلاش يعني تركنيه جنبك على ما تخلصي الكمية كلها. هيعمل الريحة وهينزل مية وهيبهدلك الدنيا. طيب انا كده خلصت فرم التون بتاعي. طب نشوف بقى التجربة اللي قالوا عليها ان احنا ناخد الجزء الاخضر ده نحطه فيه الكابة. وننزل عليه بفلفل احمر حامي بقى او بارد. وفلفل اخضر. والملح والكمون والزيت. اللي هي الخلطة بتاعت البتنجل او المخلل اه بتاعنا اللي احنا بتعودين عليها. طيب انا حطيته في الكابة وفرمته. انا طبعا دلوقتي بجري زي ما انتم شايفينه. اعدت مثلا تلات دقيقة افرم فيه. وبعدين فتحت الكابة بصيت لقيته زي ما انتم شايفين كده عبارة عن فتل. يعني حاجة كده مفتلة وحاجة كده ما اتفرمتش معايا خالص. طب يمكن اكون انا ما فرمتوش كويس. يمكن يكون محتاج وقت اكتر من التلات دقيقة. مسلا نزود كمان تلات دقيقة تاني. ونقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان خاطر ندمن انه كله تفرم مسلا. برضو عملت نفس الحكاية وفرمته تاني. وصدقوني يا جماعة مفيش اي اختلاف. ده يصلح بس ان انت مسلا ممكن تخديه تحطيه على السمك. طبعا السمك انت كده كده بتنفضي السمك من الخلطة بتاعته وبتتبليه. فده كده كده بيترمي. ولكن علشان تاخدي الحبة دول تحطيهم كده على الجن المخلل او المسلا الطماطم المخلل او المخلل عموما صدقوني مش هيبقى حالو. والله يا جماعة انا قلت يمكن العيب في الكابة بتاعتي خدت وانزلت عن دجارتي عندها كابة ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني اكبر ومطورها احسن وفرمته وكان نفس النتيجة برضو. طبعا رميته في الزبالة وكان بالنسبة لي تجربة مش حاجة وخالص. بالنسبة بقى القشر الطم انا فردته عن بعضه كده ليه? لانهم القشر دي بتبقى تلات اربع مسلا كشور لازقين فوق بعضهم كده. فردتهم عن بعضهم وحطتهم في صاج الفرن. صاج الفرن اللي هو الكبير ده. او حطيهم مسلا في كزا سنية ودخلتهم الفرن سيبتهم حوالي ربع ساعة وبعد كده طلعتهم نشفو وحطتهم في المطحنة بتاعة التوابل. ما شاء الله يا جماعة ريحته حلوة جدا اللي هو الطم البودر اللي بنشتريه بمبلغ وقدره. وخلصت كمية الطم بتاعتي وخلصت الطم البودر. دي كانت تجربتي يورب بتكونوا استفدتوا منها وشكرا لكم.